اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيل السلام عليك يا ابن طاقمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ساره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبة بك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتين أستسات أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمتين دفعتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتين فتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم درئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياءهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلمان لمن سالمكم وحربان لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله ولعن الله آل هياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عضوا ما مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منوم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشيائهم وأسباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حرمكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلبتاركم مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رديتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم ملعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مرهان وآل مرهان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في آذى اليوم وفي موقفي آذى وأيامي حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم ملعن أول ظالم ظلم حق محمد وآلي محمد وآخرة بعله على ذلك اللهم ملعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على فتله اللهم اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من لي سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالث والرابع اللهم العلي زيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة ثم تسجد وتقول اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة